السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة سنتحدث على بعض العملات التي ممكن أن تعاود نفس الحركة التي عملت هذه العملات كان سعرها 00005 ووصلت لأكثر من 1 دولار هذه العملات كنت مستشمر بها شخصيا لم أبيعها في أقصى قمة بل بيعتها عندما أعطتني أرباح محترمة جدا جدا اخترنا لكم تقريبا أربع عملات لهم مشروع قوي حتى مستقبلا مشروعهم قوي ولكن هذه العملات لا نشريها حاليا بل هدفنا فيها عندما ينخفض السوق عندما ندخل في البير ماركت سنكون مهتمين بأربع عملات هذه العملات التي رأيتها كان سعرها قليل وكنت شريتها في أسعار قليلة وتتذكرون عندما كنا نتحدث لعملة فونطوم رأيتم إلى أي حد وصلت وصلت لأكثر من 3.5 دولار عملة الفونطوم الجيد في هذه العملات أن كلها كان سعرها رخيص كانت سعر سفر تقريبا سفران اثنان هناك من كانت 3 أسفار ووصلت للواحد دولار الجيد في هذه العملات أن كلهم لديهم مشروع بلوكتين وكل عملة لديها بلوكتين من نوعية مختلفة كمثال عملة الفونطوم تعد من أقوى العملات الموجودة حاليا الآن من يسألني هل نشرها الآن بالنسبة للعملة استثمرت فيها في أسعار قليلة الآن مرتفعة بشكل كبير إذا أردت المدى البعيد ما عليك سوى الصبر الآن اشتغل على المدى القصير فقط هذا نتذكر به دائما في كل فيديو الآن أول شيء نتحدث على السوق بدأنا نرى انتعاش في السوق أعتادر على صوتي في هذه الحلقة نريد شيء أما بخصوص السوق الآن نرى انتعاش في العملات البديلة البيتكون خفض إلى مناطق تقريبا 40 ألف أظهر لنا الإيجابية سعد إلى حدود 42 ألف و600 دولار معه بدأت تنتعيش العملات العملات التي تحدثنا عليها في الأيام القليلة الماضية كثيرا عملة جو عملة جو كنت اشتريتها في بداية استثماري في هذه العملة اشتريتها تقريبا في أسعار الواحد فاصلة سبعة وسبعين وانخفضت لي العملة عندما انخفض البيتكون لأسعار الاربعين ألف ودعمت في مناطق الواحد فاصلة اثنان وثلاثين العملة الآن رجفعت إلى حدود الواحد فاصلة تسعة وخمسين عودت هذه الخسارة التي اشتريت فيها من واحد فاصلة سبعين إلى حدود الواحد خمسين عودتها بهذا التدعيم الذي قمت به في سعر الواحد فاصلة اثنان وثلاثين وهذا أفضل مثال على دائما أن تترك رسيد يو اس دي تي في محفظتك والآن استرجعت الخسائر التي كانت هنا ولا بحاليا في هذه المرحلة أنا قمت ببيع الكمية التي دعمت فيها وتركت الكمية الأولى التي اشتريتها في أسعار الواحد فاصلة واحد التي في أسعار الواحد فاصلة سبعة وسبعين بخصوص العملة التي دائما تقوم بعمل بامب عملة الباور عودتنا على هذا الأمر الباور هذا ليس غريب على عملة الباور دائما تقوم بمثل هذه الحركات هنا من أسعار سفر سبعة واربعين وصلت لـ 72 سنة كل ما نقوله في القناة يمر أسبوع يظهر لكم في منصة بايننس المهم هذا ليس موضوع حلقتنا لليوم المهم هو بدأت ينتعيش السوق وعندما تجد أنك حققت صفقات رسيدك أصبح كمكان لا تنسى إدارة المخاطر هذا هو ما نريد أن نوصل لكم الآن الآن سنواصل حديثنا أولا على عملة فونتوم عملة فونتوم لديها بلوكتين من نوع مختلفة يسمى الدك ليس مثل البلوكتين الموجود مثلا عند الاتريوم الذي بروف أوف وورك أو البيتكوين أو مثلا موجود عند البولكا دوت أو الأفالانش الذي نضامه البروف أوف ستيك بل فونتوم لديهم آآ اسم غير يسمونه الدك هذا المشروع من أقوى المشاريع الكورية هذا المشروع مشروع كوري له شعبية كبيرة في كوريا لديهم شراكات كبيرة مع بنوك معروفة آآ لديهم شراكات مع مؤسسات في كوريا هذا المشروع آآ لو ندخل على موقع ديفاي لمالا ونرى كم وصلت سيولتهم في الديفاي أنا تقريبا كل العملات الرقمية الآن آآ تعد كمثال كبنك لامركزي لو نرى سيولتها الحالية أكثر من خمسة فاصلة اثنان مليار دولار كليكويديتي في الديفاي الخاص به مشروع هذا ليس مشروع ديفاي كأساس ولكن الأساس هو البلوكتشين وضروري من المنتجات العملات المعروفة عند الكل ستيكين ديفاي الفارمين الان اف تي كل الأشياء الموجودة عند العملات المعروفة مثل اتريوم افالانش توجد عند كل مشروع بلوكتشين مشروع الفونطوم من العملات التي كان سعرها قليل جدا كان سعرها لو نرى الاول تايم لو للعملة أقل سعر انخفضت إليه منذ سنتان فقط كان سعر السفر سفران واحد أقصى سعر وصلت إليه منذ شهرين ثلاثة ونصف دولار حاليا في أسعار الاثنان ونصف دولار هذه العملة إذا اشتريتها مثلا في ذلك السعر السفر سفران واحد وابعت حاليا من الف دولار ستحقق أكثر من مئتان أو أكثر من اربعمائة الف دولار تقريبا من الف دولار فقط فونطوم من العملات التي ارتفعت بشكل كبير ومن العملات التي مهتم بها بشكل كبير عندما ستنخفض وينخفض السوق بخصوص هناك بعض الإخوة سألوني هل هذا هو يعني بيتكون خفض لأربعين الف دولار نخفضت كل العملات هل هذا هو النزول الذي ستحدث عليه دائما لا ليس هذا هو النزول فالنزول الحقيقي للعملات ستنخفض بشكل كبير مثلا اذا كنت مستثمر عشر الاف دولار ممكن ان تصبح معك ثلاثمائة دولار من عشر الاف دولار يصير رصيدك لثلاثمائة دولار وهذا الذي لا نريد ان تقع فيه البير ماركت عندما ندخل في البير ماركت يكون نزول بشكل عنيف ويبقى النزول مستمر ممكن ان يدوم ست شهور ولا توجد الإيجابية ممكن ان يأخذوا خمسة عشر يوم ويعطوا الإيجابية للسوق كما حصل تاريخيا ففونطوم تعد من اقوى العملات الموجودة حاليا مشروعها جيد ولكن هذه الحلقة اخترنا لكم عملات الاصفار ورأيتم الآن اين وصلت وهذه العملة ليس غريبة عننا العملة الثانية عملة وان عملة الوان ما قلنا على فونطوم نقوله على وان هذه العملة اتت هنا لكي تعطينا بلوكتين من نوعية جديدة مختلفة تماما عن باقي البلوكتينات الموجودة حاليا فريق العملة فريق جيد لو بحثت في فريق العملة ستجد مطور مثلا كان مع جوجل مطور كان في الابل كل مطور ستجد بروفايل خاص به مليء بالتجارب وصبق ان اشتغل في شركات كبيرة فمقر العملة موجود في افضل مكان في الولاي المتحدة الامريكية سيليكون فالي هذا المكان مقر العملة موجود مقر جوجل كل المقرات الكبيرة موجودة في ذلك المكان فريق العملة من الفرق الجيدة صراح مشروع العملة مشروع جيد مشروع قوي كذلك لديهم المتجاثة الموجودة عند اي عملة تشغل بلوكتين لو ندخل لديفاي ليمالا ونرى الليكويديتي الخاصة بعملة الوان عملة الهارموني اكتر من واحد فاصلة واحد مليار دولار كليكويديتي على شبكة الهارموني هي الاخرى كانت سئرها الاصفار ووصلت تقريبا للنصف دولار نرى اقل سعر انخفضت اليه العملة منذ سنتين سعر السفر صفران واحد اقصى مبلغ وصلت اليه تقريبا سبعة وتلاتين سنت يعني ارتفاع جيد 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 جدا لاحظ كم ارتفعت العملة عملة الوان بالعملات المهتم بها بشكل كبير كذلك عملة الهارموني لمن لا يعلم بخصوص بعض المعلومات بخصوص الهارموني هذا المشروع اولا كان سعره قليل جدا كان سعرها تقريبا سفر ثلاث اصفار بالساتوشي كانت تقريبا ستة عشر ساتوشي العملة ماذا حصل لها العملة من العملة التي ايضا تشغل بلوكتين لديها بلوكتين خاصة بها رفعوا سعر العملة من ستة عشر ساتوشي الى ثلاثمائة ساتوشي حققت تقريبا اكتر من الفين بالمئة صعود وعندما سعدت لذلك السعر كان سعرها تقريبا بالدولار سفر فاصلة سفر خمسة تقريبا وقاموا بعمل سواب كان بالعملة تقريبا عشر ملاير في الماكس سبلاي قاموا بعمل سواب واصبح الماكس سبلاي الخاص بالعملة هو واحد وتلاتين مليون العملة هي الاخرى من المشارع القوية وكان سعرها رخيص لو نرى المعلومة التي قلت لكم هل موجودة هل ممكن ان يضعوها او ممكن انهم اه قبل ان يعملوا السواب عندما قاموا بعمل سواب كان سعرها ستة دولار تخيل ما اي فقط هنا عندما قاموا بعمل سواب للعملة اه ذهبت من الملاير الى الملايين كان سعرها ستة دولار بدون ان نذكر الارتفاع الاول وارتفعت لخمسمائة واثنان واربعين دولار العملة من العملات القوية والجيد في هذا المشروع يستثمرون بشكل كبير في مشروعهم شراكات كبيرة لديهم شراكة مع باينينس لديهم شراكات مع مؤسسات مالية مع بونوك مشروع الالروند من المشاريع القوية والتي مهتم بها بشكل كبير عندما تنخفض هذه العملة التي نتحدث عليها الان ليس كي تشتريها الان وتفكر في المدى البعيد بل متى ندخل ونشتري ونفكر في المدى البعيد عندما سنشتري باسعار رخيصة مشروع الذي كان مشروعه هذه العملة اكتر عملة تحدثت عليها في قناة حينما كان سعرها سفر سفران شرحت لكم حتى الاتريون كيف يشتغل وكيف تشتغل مشاريع مشاريع هذا المشروع كان سعره رخيص جدا لو نرى اقصى سعر وصلة للعملة لا داعي لكي ادخل للقناة واجلب لكم فيديوهات اتحدث العملة تلماتيك مثل ما فعلت مع الضوك فقط لا نريد ان نفعل مثل هذه الامور الكل يعلم اين كانت العملة كان سعرها سفر سفران ثلاثة سنة الفين وتسعة عشر اقصى سعر وصلت الي تقريبا ثلاثة دولار حاليا في اسعار الاثنان فاصلة خمسة عشر هذا المشروع اعطى حل للاتريوم حل عملي هذا هو موجود في شبكة الاتريوم وكأنه منفذ الاغاثة للاتريوم اه كل الان كل المشاريع التي تشغل الديفاي اذا ارادوا مثلا تحويلات او عمل يستخدمون البوليغون والجيد في هذا المشروع اه انهم اصبحوا يستمروا في مجال العملة الرقمية يقومون بشراء مشاريع اشتروا مشروع المير بوتوكول اشتروا مشروع الهيرمز اه قاموا بعمل شركات وصل ما انفقوه تقريبا قرابة المليار دولار ما انفقت البوليغون على مشروعها. مشروع قوي 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 جدا تعد من اقوى العملة الرقمية الموجودة حاليا خصوصا ان سعرها كان لا شيء وصلت تقريبا لثلاثة دولار اذا سنهتم بهذه العملة هي الاخرى وسننتظرها في اسعار قليلة لكي نشريها مرة اخرى ويعاود السوق الموجة بخصوص سنضيف مشروع اخر بخصوص الافالانش الافالانش مشروع حدش ولا حارش هذه الطويل بخصوص هذا الافالانش افالانش اعطيها الرجبة الاولى بالنسبة لي يعني البيتكون والاتريوم في مركز اخر لا يتم مقارنة الاتريوم والبيتكون مع اي عملة كما كان نوعها لان الاتريوم صراحة ضروري سا احاول الحديث على الاتريوم الاتريوم ارضية واسعة الاتريوم من الارضيات الخصبة الارضية التي يحبها المطورون اكبر المشاريع نراها موجودة على شبكة الاتريوم اكبر سيولة موجودة للاتريوم الحيتان هناك حيتان كبيرة في الاتريوم الافالانش ذهب في هذا المجال اعطانا ارضية نفس ارضية الاتريوم حتى الادرس الخاصة بالافالانش نفس الادرس الخاصة بالاتريوم كل العملة لديها ادرس خاصة بها كمثال مثلا ادرس البي ان بي عملة البييننزكوين ستجد ان الادرس sitting بدأs b عملة ترون ستجد ان الادرس الخاصة به تبدأus bil البيتكوين دائم ابدأ بالارقام الادرس الخاصة به الوضبط الاتريو دائما الادرس الخاص به تبدأ ب universal eleca تبدأ بالزيل عملة الريبل، والادرس الخاص بها تبدوا بالر يعني هذه المعلومة مفيدة إذا أردت مثلا الإيداع أو السحب أو شخص ما تريد أن مثلا ترسل له USDT إلى حسابه وقلت له أعطني أدريس ترون لكي لا تكون اقتطاعات يكون واحد دولار اقتطاع فقط عندما يعطيك مثلا أدريس تبدأ بالطي هنا مباشرة تعرف أن الشخص لم يخطئ أعطاك أدريس ترون أما عندما يعطيك أدريس سبسدي بالأرقام تعرف أنه أعطاك أدريس USDT من شبكة بيتكوين أما إذا أعطاك أدريس تبدأ بالبيت تعلم أن USDT من شبكة الباينانس كوين أو إذا أعطاك أدريس تبدأ بالصفر يعني هذه أدريس سابعة للأتريون من USDT أما إذا أعطاك أدريس تبدأ بحرف T فالأدريس جيدة ونتحدث على مشروع الفايل كوين الفايل كوين من العملات القوية الموجودة حاليا في مجال الكلاودين ستوريج يعني تخزين البيانات على شبكة البلوكتين أكبر شركة رائدة في هذا المجال الكلاودين ستوريج هي الأمازون نعلم تكلفة تخزين البيانات مثلا إذا كنت تستخدم مثلا هاتف من نوع آيفون عندما يمتلئ لك الهاتف يعطونك أرض أن تدفع مثلا 9 دولار شهريا على أن تأخذ نوع من الجيغات مرتفعة لكي تخزين بياناتك هنا نجد أن مساحة التخزين ليست مجانية وليست سهلة الحصول لكي تحصل عليها في الأنترنت هنا لدينا تخزين لا مركزي من المشاريع الرائدة والقوية والتي تعد تقريبا أكبر مشروع كلاودين موجود حاليا لا مركزي أكبر مشروع صيني فايل كوين هذه العملة لديها شاركت مع كل شركات التعدين تعطيهم مساحة تخزين الفايل كوين تقدم لك خدمات أفضل من المركزية وبأتمنى أقل مشروع قوي 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 جدا ونعلم أهمية التخزين في الأنترنت إذا لم يكن لنا مكان نخزين في كل هذه البيانات الموجودة حاليا فسأيقع مشكل كبير فعملة فايل كوين لها مستقبل كبير هذه العملة هي الأخرى من العملة التي ممكن أن تضيفها مع هذه العملة التي تحدثت عليها الآن مشروع قوي 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 جدا مشروع الفايل كوين صراحة لدينا الكثير من العملات القوية ولكن حاولنا أن نختار لما اخترنا لكم مثلا هذه الأربع عملات هذه العملات كانت سائرها رخيص جدا وارتفعت بشكل كبير أما فايل كوين مثلا ظهرت مؤخرا المشروع ظهر تقريبا في سنة الفين واحد وعشرين مثلا إذا تحدثنا على الدوتش مشروع ظهر جديد تقريبا له تقريبا سنتان عملة يتم تداول بها أما هذه الحلقة مخصصة للعملات التي كان سائرها رخيص وارتفعت وممكن أن تعاود نفس استيركل وتنخفض ونعاود شراءها لم أفهم لذالت تصني رسائل هل ممكن سبب أن هناك متابعين جدود يلتحقون بقناة الساينس ويب أسئلة تصني كثيرة صراحة على هذا المشروع هل فعلا ابحث أكثر هالمشروع جيد عملة سكان سيطمة مشروع سكان قلتها وأعاودها بحث لم أجد أي شيء لكي أتحدث لكم عليها أو أتحدث بشكل إيجابي مطوري هذه العملة لا علاقة لهم بالعملات الرقمية سألت حتى بعض الأصدقاء الذين يطورون في الأيثريوم حاليا لدي بعض الأصدقاء سألتهم سيطمة ضحكة ألي وكنت أعرف تلك الإجابة حتى تويتر يعني كل المطورين الذي أتابعهم لا يوجد أي شخص متابع هذا المشروع مشروع السيطمة هناك أن سيكون السيطمة ماسك يعني السيطمة ماسك خاصة بهم محفظة تلك الأمور فقط مجرد كذب مشروع بالنسبة لسكان تحدث العملة لاحظ العملة إينا خفضت هذه ليس لها أي مدى بعيد ولا قريب ولا بطئ فهذه مضيعة وقت فقط لماذا أنا سأخاطر بمالي وسأستمر في هذه العملة هل على قلة العملات الموجودة حاليا هذا هو السؤال مستتمري عملة سيطمة ما السبب الذي جعلك تستمر بسيطمة لا تعطيني إجابة عاطفية بل أعطيني جواب قل لي مثلا فريق العملة هذا المطور كان مع الأتريوم هذا أعطوا حل للأتريوم أو أعطوا حل وتقنية جديدة قدموها لهذا المجال أنت العملة لم تحقق أي شيء وذلك الصعود الذي ترى في العملة فقد يكون من فريق العملة أنهم الذي كميات ودروري سيرفعون لك العملة لكي أنت تطمع حطيت مثلا يستهدفون في أشخاص لديهم محافظ صغيرة مثلا قام بوضع مثلا مئة دولار رفعوا له العملة أصبحت لهم مئة وخمسين دولار بدأ يفكر هذه هي فرصة العمر كيف بمئة دولار حصلت على خمسين دولار لن أبيع سأضيف خمسمائة دولار أخرى تأتي بالخمسمائة دولار يمر الوقت تنخفض عليك العملة ولا أنت مدى بعيد ولا مدى قريب ولا أي شيء هذا السؤال الذي أوجهه لبعض المستثمرين هل تستثمر في استطمع على قلة العملات الموجودة حاليا أو لا توجد العملات الرقمية توجد استطمع فقط أحاول أن لا تشغل بالعاطفة العملات الرقمية والاستشمار العاطفة ضعها جانبا والاستشمار جانبا فقط سأخر مرة سأتحدث على هذه العملة عملة سكان وسننهي الحديث بخصوص لاحظي معي هذه العملات فونطوم وان الروند بوليغون هذه العملات كان سعرها أصفار وارتفعت لأن فعلا مشروعها قوي واستشمرنا في هذه المشاريع على أساس المشروع قوي وآمن بمشروعها لما نستشمر عبتا أو بالحد ظهرت لي سعرها رخيص واشتريتها وبقيت أنتظر حتى عندما تستشمر وأنت لا تعرف مشروع العملة عندما تنخفض عليك لا توجد لديك حوافز عندما تراها منخفضة وتصبح محفظتك ناقص مثلا أربعين بالمئة كيف ستصبر نفسك؟ إذا كنت مستشمر على أن هذا المشروع قوي ستبدأ تقول لديهم شراكة لديهم أمور جيدة هناك اهتمام مطوري العملة معروفين لديهم أحداث قادمة سأترك استشماري ولن أبيع بالخسار أما عندما تشري العملة فقط لأنها سعرها رخيص تنخفض عليك لا تعرف ما تفعل أعتذر بهذه اللغة التي أتحدث بها ولكن أتحدث معكم بدون لغة خشب لكي نحاول أن نوصل لكم المعلومة كما هي المهم لا نريد الإطالة عليكم في هذه الحلقة لا تبخلوا علينا بلايكاتكم ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي تصل المعلومة لمستثمرين جدد وإذا كنت مشارك في القناة اشترك معنا دمتم في العيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته